السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كنتم تزوروا قناة وصفات أمينة الأول مرة كتمنى منكم تشاركوا في القناة بالتغطى للزيل الأحمر لا تنسوا تفعلوا الجرس باش تواصلوا كل ما هو جديد كتمنى منكم تدعموني بلايت باش تجعوني نقدم مزيد من الفيديوهات إلا عجبكم شي الفيديو كتمنى منكم تشاركوا مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة مرحبا بكم أحباء اليوم في حلقة نقدم لكم واحد وصفة وصفة زوينة بزاف جميلة فعالة للمساعدة للحبن بالنسبة للأخوات والإخوان لما زال ما اشتغلت خليم الله في الوليدات وانهم ما في التحليل يالهم وفي هذا الشي ما عندهم حتى شي مشكيل عندهم تحليل يالهم خارجة سليمة إن كلهم يستعملوا هاد الوصفة هاد الوصفة فهي بسيطة وغادي تعطيكم نتيجة اللي بغيتو بإذن الله هاد الوصفة دي غادي نحتاجوا فيها جوش ديال المكونات غادي نحتاجوا مكوين أساسي ورئيسي هو المكوين دي الحبوب اللقاح هذا هو الشكل ديالك ما كتشوفوا معايا هو مكوين أساسي فهذا الوصفة غادي نحتاجون مكوين تاني عسل نحل طبيعي العسل الحر ضروري يكون العسل طبيعي مية في المياه باش الوصفة تعطيكم نتيجة ديالتها هاد الحبوب ديال اللقاح كتكون متوجه في جميع الأسواق بتمنى اللي هو مناسب من كلكم تاخدوها وتستعملوا في هاد الوصفة هاد الوصفة هذي غادي تصلح الأخوات اللي عندهم مشكلة ديال تأخر الإنجاب ولكن عندهم الفحوصات ديال مهمة والأزواج ديالهم سليمة بإذن الله غادي نجح معاهم هاد الوصفة هذي وممكن حتى الأزواج ديالكم حتى هما يستعملوا هاد الوصفة هذي معاهم حيث هاد الوصفة هرها فعالة بساف وغادي تحتاجوا كيما قلت لكم ضروري المكون ثاني اللي هو أساس إحتوية هو أساس النحل الطبيعي أو العصر الحر باش كون الوصفة عندها النتيجة بالنسبة لطريقة لاستعمال أخواتي بالنسبة للأخوات خاصة النهار لو من الدورة الشهرية غادي تاخذي 1.5 كأس من الماء الدافئ أو 1.5 كأس من الحليب الدافئ غادي تاخذي 1.5 كأس من العاقة صغيرة غير مملوء أو تضيفها على الماء أو الحليب حسب ذاك شيء اللي اختاريتي غادي تخلطيها مزيان حتى الدوب في الماء أو الحليب هاد الوصفة هدي غادي تبدي تستعمليها النهار الأول من الدورة الشهرية حتى النهار الأخر لك من الدورة الشهرية و توقفي أختيها لحستعمال هاد المشروب هاد المشروب غادي تبغي تشوربي غادي تضيفي عليه مع عرقة صغيرة من العسل الحر أو العسل الطبيعي خاستيكون عسل طبيعي 100% باش يعطيك نتيجة في هاد الوصفة هدي بالنسبة لأزواج احتوام كل يوم يستعملوا هاد الوصفة هدي حبوب اللقاح مع العسل الحر وهذا المشروب أختي غادي تشوربي في أي وقت حبيتي من اليوم كاينة بحط طريقة ثانية وهي حمام موضعي ديال حبوب اللقاح غادي تاخذي نسل من العاقة صغيرة من حبوب اللقاح غادي توضعها في حوض من الماء الدافئ غادي تجلسي فيها مدة دي العشرة الدقائق من بعد دمر هاد المدة غادي تنضيم هاد الحمام ههات الطريقة هدي تهيو حات طريقة زوينة غادي تختاري طريقة واحدة اما طريقة ديال المشروب او الطريقة ديالحمام الموضيعي يمكنك استعمل المشروب دائما حسب الخسير دالك و الطريقة اللي ارتعي الجيفى وجاتكم زيانة هتا الزوج دالك هتا واي ممكن يستعمل هاد الوصفة هدي اه غادي تخلطي ليد الحبوب اللقاح انسل مع علقة صغيرة من حبوب اللقاح مع الحليب خلطي مليب مع الحليب ولياكورت ومع العصير المهم هذه طريقة سهلة باش تسعملوا هذه الحبوب اللقاح لمساعدة الحمد بإذن الله فهي جيد مفيدة بزيب سواء للنساء وحتى بالنسبة للرجال ما عليكم غير تجربوها بإذن الله غادي يكون هناك فرصة كبيرة باش الله يزقكم بالوليدات مهم أخواتي هذا هو حبوب اللقاح المكتوفو معايا هو الشكل ديالها نقرب لكم حد الكاميرا باش تشوفو حبوب اللقاح ايها دي كتبع في الأسواق تمام لي هو مناسب مع لكم غير تجربو هاد الوصفة ويكون هناك حمل بإذن الله هدي القانينة اللي كتجي في الحبوب ديال اللقاح كتكون حالة الشكل هدي كتكون مملوئة وغادي تكفاكم باش تستعملوها في هاد الوصفة هدي ما غادي تستعملوا بزيب غير نصف معلقة صغيرة غير مملوئة في نصف كائس من الحليب الدافي ولا نصف كائس من الماء يكون دافئ حسب لك الشي اللي بغيته وغادي تحتاجون مكون ثاني كما قلت لكم العسل الحر او عسل الناحل الطبيعي اللي كيكون طبيعي 100% طريقة سهلة بزيب كما جبتم معي أخواتي كتمنى منكم الوصفة هدي تجربوها بالنسبة للأخوات اللي كيعانونوا من هذا المشكلة لتأخر الحمل كتمنى الوصفة ديالي ومتكن لنات الإعجاب ديالكم إلا عجباتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي ودعموني بلايك بالنسبة للأخوات اللي من زر ما تشاركوش كتمنى منهم الشارك ومتنساوش تفعلوا الجرس باش تغشلوا كل ما هو جديد وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء